إذن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى أدلة الرؤية الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع الأدلة من القرآن سبعة نعم من يذكر هذه الأدلة من القرآن أدلة الرؤية سبعة من القرآن نعم حاول الأول ما ذكر المؤلف وجوه إلى ربها ناظر إلى عدها بإله وهذه لا يمكن أن تكون إلا بالعين نعم لا للذين أحسنوا الحسن وزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم نعم على الأرائك ينظرون لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد هذه أربع أدلة نضيف إلى هذه الأدلة كلا إنهم عن ربهم يوم إذن لمحجبون قال الشافع رحمه الله إذا حجب أعداءه رأها أولياءه ويخوف بعض العلماء هؤلاء الذين يمكنون الرؤية يقول حريم بكل من أنكر الرؤية ألا يرى الله اتق الله يعني لن تراني هذا الدليل يستدل به من ينكر الرؤية وشيخ الإسلام بن تيمين رحمه الله تعالى جعل على نفسه لزامن أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا ولزامن على شيخ الإسلام بأن يقلب الدليل عليه يجعل الدليل ضد هذا لا تدركه الأبصار ولن تراني لماذا؟ قال عدم الإدراك يدل على الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليه له ستماء جناح أدركه لا رأاه نعم إذن عدم الإدراك يدل على الرؤية وموسى عليه الصلاة والسلام عندما قال له الله سبحانه لن تراني طلب وسأل شيء ممكن لكن غير ممكن في الدنيا ولو كان هذا السؤال باطل أنكر الله سبحانه وتعالى عليه كما جاء الإنكار على نوح عليه الصلاة والسلام الأخير لن تراني ولا تدرك الأبصار ذكرنا إذن هذه أدلة سبعة من السنة أدلة كثيرة نعم وإجماع الأمة قال تعيد قال رحمه الله وَقُلْ يَحَقُّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كِيْفِيَّةٍ بغير إحاطة ولا كيفية إذن بغير إحاطة يعني لا تدركه الأبصار نرى لكن دون إحاطة ولا كيفية نحن لا نعلم الكيفية نؤمن إلى كيفية تلق به سبحانه وتعالى لكن هذا الكيفية لا نعلمها نعم كما ترون القمر شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء هذا معنى الذي يقول نعم كما نطق به كتاب ربنا لدوه اليومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نعم هيئت لأن ترى ربها نعم نسأل الله من فضله نعم 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 شكرا